مجلس نقابة الإعلاميين مجلس نقابة الإعلاميين مجلس نقابة الإعلاميين ينبذروا على مرحلة الإعلامية فاعتقد ان احنا لابد ان احنا نلتزم بمواد الدستور وإلا ما كانش لي لازمة أبدا ان احنا نقعد ندعي الناس ونقول ده أعظم دستور وده أهم دستور في التاريخ وفي النهاية ناخده عشان أو نعمله عشان نركنه ونعمل اللي في دماغنا ده نهيكة عن الشخصيات اللي بتحاول تعود من جديد إلى السطح شخصيات أفسادة الإعلام تماما في الفترة الماضية وأفسادة الصحافة عايزة تيجي من تاني تنظم هي الإعلام مع ان الحكمة بتقول ان فقد الشيء لا يعطيه الناس ديت ما عندهاش حاجة تقدمها تاني ولو كان عندها كانت قدمت ولما قدمت أفسادة المجتمع كله وإحنا كلنا بنعاني نتيجة عشرات السنين اللي فاتت أتمنى ان رئيس الوزراء حتى بعد اللقاء اللي عملوا مع الأستاذ دي أرشوان والأستاذ جلال عارف مبارح احنا شفنا بيان مبهم لا يسمن ولا يغني من جوع بيتكلم على ان في لجنة مصررة هتتشكل من الحكومة ولجنة من الصحفيين والإعلاميين طب وهو ده تدخل برضو يعني احنا كده تقدمنا فيه وان الصحفيين والإعلاميين هيعملوا المشروع اللي هم عايزين وبعد كده يعرضوه على الحكومة عشان الحكومة تشوف اللجنة المصررة اللي هي هتشكلها وتبت في هذا المشروع طبعا انا شايف ان اذا كانت السيارة غير دقيقة او في جمل تتعارض مع دستور ممكن غيرها لكن الحكومة لا تتدخل من قريب او من بعيد في اي سيارة للقوانين ونتمنى كمان ان الجماعة الصحفية تتفق على شخصيات لها في الموضوع بتفهم يعني ايه سيارة قوانين إعلام وعمليات الضبط الذاتي للإعلام مش مجرد ان انا في نقابة صحفين اجيب هيئة المكتب كلها ادخلها في هذه اللجنة مجرد ان انا المجلس الاعلى للصحافة اللي متعين اصلا برضو اجيب هيئة المكتب بتاعتي كلها ودخلها في هذه اللجنة والناس اللي بتشتغل على هذه المشوعات بقالها سنين طويلة تستبعد لمجرد ان انا انا صاحب الكرسي وانا اللي بوزع الشخصيات اللي على هذه اللجنة ان شاء الله نتمنى نتفائل ان شاء الله يحصل جديد في الفترة القادمة وربنا يوفق الجماعة الصحفية لان الاعلام هو السبيل لتحقيق مجتمع دي مجتمع